اشتركوا في القناة نحن ضد الابداع للأسف الشديد وضد التحضر وضد اي لغة متميزة تبحث عن المساحات المشتركة في المجتمع يجب ان نمتلك الجرأة في تفتيت كل ما مادة الكليسترول المؤدلجة والمتخلفة المتكدسة على مفاصل الوعي العربي والعقل العربي نحن نعاني من تخلف ليست هذه كما يقول علماء النفس مازوخية بمعنى عملية جلد الدات ولكن هذه حقيقة نحن لن نتطور حتى نعترف بالهزيمة الحضارية كنا نمتلك حضارة في الاندلس وكنا نمتلك حضارات كثيرة ولكن اليوم نحن في تراجع ونحن نصدر العنف ونرعب الاوطان ونهدد الامن القومي ونهدد الكثير من الامور ما نحتاج إلى إصلاح التفكير الديني وإعادة إنتاج التفكير الديني لأننا للحق للانصاف منابرنا بدأت تفخخ الناس كيف تفخخ؟ يعني تفخخها عندما تصنع لها تقوم على صناعة الكراهية تجاه الآخر والله إحنا احتكرنا الجنة وكل واحد سجلها في السجل العقاري ولكن المنابر في إطار حكومي سيد موسيقى بعضها في إطار حكومي ولكن البعض منها وحتى في بعض دولنا العربية هي في ضمن إطار حكومي ولكن أحيانا الحكومة هي تدفع باتجاه التفخير في بعض الدول العربية وهذه الإشكالية لحسابات سياسية ولكن من يدفع الثمن؟ الوطن المجتمع المجتمع المدني الشباب الذي يصور له أن الجنة وأن حور العين تنتظره على الأبواب ما عليه إلا أن يقتل نفسه ويذبح نفسه وربما يفجر أهله وأولاده كي يحصل على حور العين هذه اللغة هذه اللغة الموت وثقافة الموت نحن لم نولد في هذه الحياة كي نموت بهكذا طريقة من أن جمالية الإنسان أن يحيا من أجل وطنه لا أن يموت مفخخا للآخرين عندنا رجال دين وعلماء دين صور مضيئة في العالم العربي ولكن أعتقد أننا دائما مخوفينهم لا نتكلم إلا عن النار ما نتكلم عن الجنة يا أخي القرآن متوازن يتكلم عن نار جهنم ويتكلم عن فواكه الجنة نحن دائما نتكلم لهم في خطاباتنا عن أهوال يوم القيامة وأن الشيطان أقرع أو ثعبان أقرع سيأتي لهم في القبر دائما رعب يعني دائما صورة مظلمة يا أخي ولماذا وهذه المشكلة؟ بمجرد بعض الشباب للأسف الشديد في قراءة معكوسة للتديون بمجرد أن يتدين لا يبتسم لا يسلم على الآخرين هذا كافر هذا فاسق ويبدأ في هذا الجدل يكره الموسيقى يكره أن يرتب شكله أن يلبس لباسا جميلا يخطف عقله نحو الزنزانات الأديولوجية للأسف الشديد ولكن دعني أسألك سؤال يعني إذا كان رجل دين مثلا بين الشيعة أو حتى السنة اتجه إلى أن يكون رجل دين ويسمع الموسيقى هل ممكن أن يتقبله الشارع العربي برأيك؟ والله أنا أعتقد المزاج العربي مزاج يعاني من إشكاليات كثيرة مخر يعني إحنا خربنا الكثير من الأمور ومنها جمالية المزاج العام يا أخي الموسيقى شيء جميل هل تسمع موسيقى؟ أنا أسمع موسيقى أسمع كلاسيك يعني وأنا أعتقد أن السنفونيات بيت هوفن جدا جميلة ورائعة من روائع الفن الإنساني يعني ما الفادي؟ أنا أعتقد أن الموسيقى تطور من روح الإنسان يعني تجعله أيضا أكثر خشوع يعني ما المشكلة في ذلك؟ السياسة اللاعنف أنا أضرب لك مثال لغاندي هذا أنا إنسان أعتبر بطل يعني نحصل بعض جينات غاندي ونزرعها في عقول شبابنا والعالم العربي في منزلك معلك صور لمارتين نوثر كينغ والسيد المسيح نعم أنا في بيتي وضعت عندي صورة السيد المسيح لأنه أنا أجل لما أنظر إلى صورتي أراه يفتحني على مساحات من السلام والمحبة وهو الذي يقول أحب أعداءكم باركوا لعينيكم هذه اللغة الجميلة نحتاج أن نطرحها في مجتمعنا عندي صورة لغاندي غاندي أيضا شخص جميل جدا نستطيع أن نزرعه في عقول شبابنا بعضنا أقول يذهب يقول اليهود لعنى الله اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازر هل هذه اللغة متقدمة؟ هل هذه لغة تنويرية؟ هل هذه لغة تواصلية؟ يا أخي أنت لو ولدت في روما ستكون مسيحيا ولو ولدت في طهران ستكون شيعيا ولو ولدت في السعودية ستكون سنين وهكذا وما أجمل أن يلتقوا كل هؤلاء على المحبة وعلى المائدة الإنسانية الشعوب الأكثر قراءة هي الأكثر كرامة كالشعوب الغربية لأنها تقرأ أنت تروح في سويسرا تروح أي مكان تشوفها في كل مكان في الباص في أي مكان هو مجود كتابة وقاعد يقرأ هل تجد هذه الصورة موجودة في العالم العربي؟ ولكن هذه مشكلة الشاب العربي لا يقرأ لذلك كما يقول غوستاف لوبون في كتاب سيكولوجية الجماهير أن أحيانا العالم العربي يأخذ إلى الشاب العربي يأخذ إلى المسلخ وهو يبتسم لماذا؟ لأنه غير واعي نعاني من أمي الآن يوجد في العالم العربي كما هو تقرير الأمم المتحدة ما يقرب من سبعين مليون بالغ أمي يعني سبعين مليون مفخخ تستطيع أن تفقخه ضد وطنه ضد مجتمعه ضد أمي لأنه لا يقرأ ترجمة نانسي قنقر